الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي السلاميد في درس جديد من مداخل التزكية علم الله المطلق لا بأس أن أذكر بأهداف هذا الدرس قبل أن أشرع في بسط محاوره إذن يسعى هذا الدرس أو نسعى من خلال الدرس أن نتعرف على مفهوم علم الله المطلق والفرق بينه وبين علم الإنسان النسبي وأن نرسخ مفهوم عدم محدودية علم الله في أذهاننا وفي أنفسنا من خلال الأدلة النقلية أي من القرآن والسنة ومن خلال كذلك الأدلة العقلية أي البراهين المنطقية ونسعى كذلك إلى مجموعة من الاعتقادات المرتبطة بعلم الغيب ثم ندرك العلاقة بين العلم والإيمان والتحلي بقيمة تواضع في طلب العلم مستشهدين بما رأيناه في صورة الكهن إذن محاور هذا الدرس المحور الأول سنتعرف فيه على مفهوم علم الله المطلق وأدلته العقلية والنقلية ثم المحور الثاني سنتعرف فيه على الفرق بين علم الله وعلم الإنسان وعلاقة العلم بالإيمان إذن في تعريف علم الله المطلق العلم لغة إدراك كنه الشيء وحقيقته أو هو إدراك الشيء بحقيقته ويعرف كذلك عند المناطق بأنه إدراك يعرف العلم عند المناطق بأنه الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل الإدراك الجازم الذي لا شك فيه قاطع ويقيني يطابق الواقع حقيقة بمعنى الاختلاف بين الحقيقة العلمية والحقيقة الواقعية يبنى هذا العلم اليقيني عن طريق أدلة أو على أدلة وبراهيم إذن هو الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل والمطلق لغة من أطلق يطلق إذا سرح وأرسل نقول أطلق صراحه إذا سرح وأرسل وهو خلاف المقيد هذا مطلق وهذا مقيد وهو خلاف كذلك نسبي نقول هذه حقيقة مطلقة أي تامة كاملة لا شك فيها وهذه حقيقة نسبية تحتمل الخطأ وتحتمل الصواب ويمكن أن تتغير أما علم الله المطلق أو العلم المطلق فهو العلم الذي استأثر الله تعالى بعلمه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه وهذا التعريف قريب من تعريف علم الغيب وعرفنا أن الغيب نوعان غيب مطلق وغيب نسبي غيب المطلق هو الذي استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه بينما الغيب النسبي هو الغيب الذي أطلع عليه الإنسان أو أطلع عليه بعض أنبيائه إما وحيا أو قد يطلع عليه الإنسان من خلال الأدوات والآليات والتجارب قد تكون بعض الأمور غيبية في هذه اللحظة لكن باستعمال أدوات معينة وباستعمال العقل أو المنطق يمكن أن نصل إليها هذا يسمى غيبا نسبيا أو يمكن أن نعرف العلم الله المطلق كذلك بأنه العلم علم الله بما في الوزود بما كان في السابق أي في الماضي في التاريخ وما هو كائن الآن في الحاضر وما سيكون في المستقبل بمعنى أن علم الله المطلق هنا علم شامل محيط بكل شيء أدلة علم الله المطلق النقلية أي من القرآن أو من السنة قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فهذه الآيات واضحة في معناها لا تحتاج صرحا وقوله تعالى كذلك وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أي أحاط بكل كبيرة وصغيرة كانت أو هي كائن الآن أو ستكون في المستقبل مهما كانت وقال تعالى وسع ربنا كل شيء علما كل شيء مطلق وقال تعالى كذلك لا يعزب عنه متقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أي لا يغيب عنه كل كبير أو صغير ولو كان متقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين أي كل شيء أحصاه سبحانه وتعالى ويعلم به ويحيط به علما أما أدلة علم الله المطلق بالعقل بالأدلة المنطقية والعقلية نستدل بدليل الخلق أولا بمعنى أن إيجاد وخلق الموجودات أي هذا الكون مثلا يحتاج إلى إرادة وقدرة هو الإرادة تستلزم العلم بالمراد أي أنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق الكون لابد أن يعلم هذا الكون أولا أو أن يعلم ما في هذا الكون حتى يخلقه لأنه لو لم يكن العالما به كيف يخلقه ويجده ماذا يجد؟ إذن يستحيل إيجاد الأشياء بالجهل إذن لا بد من علم مسبق بمعنى نعرف ما نريد أن نفعل ثم نفعل هذا الذي نريده ولله المثل الأعلى ثم دليل الإتقان والجمال والإحسان وحسن الصنعة الموجود في المخلوقات والموجودات في البر والبحر في الإنسان في كل شيء في النبات والحيوان والإنسان كل هذا الجمال الذي نراه من الألوان والأشكال والأحجام دليل على الإتقان إذن دليل على علم خالقها وموجدها لو لم يكن عالما لما جاءت هذه الموجودات بهذا الإتقان الجهل وعدم العلم لا يعطينا الإتقان وحسن الصنعة يعطينا فقط الفوضى ويعطينا القبح إذن لا شك أن الله سبحانه وتعالى علمه مطلق لأن إتقانه في المخلوقات مطلق ومتنوع ومختلف كذلك علمه سبحانه وتعالى ثم دليل سير والتدبير المنظم أي أن هذا الوجود وهذا الكون وهذه السماوات وهذه الأراضين وهذه الكواكب وهذا الوجود بشكل عام يسير بشكل منظم وفق نظام لا خلل فيه ولا خطأ ولا اضطراب وهذا الأمر الضريل على أنه نابع من علم مسبق شامل ودقيق أي إنه نابع من إرادة عارفة وعالمة بما تفعل لو لم تكن عالمة وعارفة بما تفعل لما كان هذا التسير وهذا التدبير بهذا النظام ولا رأينا الفوضى محور الثاني في الفرق بين علم الله وعلم الإنسان وعلاقة العلم بالإيمان الفرق بين علم الله وعلم الإنسان طبيعة الحال هنا نذكره فقط على سبيل الاستئلاث وإنه لا قياس مع علم الله وعلم الإنسان اختلاف تبير جدا أولا أن علم الله مطلق وغير متناهن بينما علم الإنسان والمخلوق نسبي ومحدود ومتناهن ثم إن علم الله غير مسبوق بجهل بمعنى الله لم يكن جاهلا حتى أصبح يعرف أو يعلم وإنما كان منذ الأزل عالما وعارفا بينما علم الإنسان يكون مسبوقا بجهل بمعنى لا نكون على علم بشيء ثم نعلمه علم الله أزلي غير كسبي بمعنى غير متعلم وغير مستفاد من الحواس ولا من الفكر والنظر بينما علم الإنسان كسبي بمعنى إذا أراد الإنسان أن يتعلم شيء يجب أن يشقى وأن يبدل الجهد يحتاج إلى حواس إلى فكر ونظر ويحتاج إلى جهد ومشقة وبحث ليتحقق له العلم بينما الله لا الله سبحانه وتعالى لا ينسى وما كان ربك نسية بينما الإنسان المخلوق العبد الضعيف ينسى ثم إن علم الله محيط بكل شيء بالجزئيات كما هو محيط الكليات بينما الإنسان لا قد يعلم أشياء وتغيب عنه أشياء أخرى قد يدرك الأمور بشكل عام لكن الجزئيات لا يدركها وما أتيتم من العلم إلا قليلا في علاقة العلم بالإيمان نعرف أن الشرع الإسلامي والشريع الإسلامي دعت إلى طلب العلم والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى في أول آياته نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق بل أن الله سبحانه وتعالى كرر هذا الفعل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كرر هذه الكلمة قريبا خمس مرات بين لفظ القراءة ولفظ العلم والتعلم ثم بل إن الله سبحانه وتعالى جعل العلم فريض لأن الله لا يعبد عن جهل وإنما يعبد عن علم فقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلقنا ثم قال فاعلم أنه لا إله إلا الله قدم العلم هنا على التوحيد حتى يكون تعبدنا تعبدا عن علم وليس عن جهل إذن العلم هنا يهدي إلى الإيمان إنما يخشى الله من عباده العلماء أي كلما زاد علم الإنسان إلا وزادت خشيته وزادت معرفته بالله سبحانه وتعالى وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهر الله له طريقا إلى الجنة الحديث واضح أن العلم هنا يهدي ويقود صاحبه إلى الإيمان بالتعرف على الله سبحانه وتعالى والتعرف بالتأمل والنظر في مخلوقاته سبحانه وتعالى ثم أن الإيمان يدعو إلى العلم أي العلاقة هنا الترابطية والتكاملية بين العلم والإيمان العلم يهدي إلى الإيمان ثم الإيمان يدعو العلم أي كلما زاد الإيمان في قلب الإنسان إلا ودفعه هذا الإيمان إلى المزيد من العلم حفزه على طلب العلم يتعرف على الله يتعرف على مخلوقاته وعلى وجوده وعلى هذا الكون بشكل عام إذن بالعلم تزكن نفسه وتسمو ويتحق التصور ويستوي ويستقيم السلوك فيكون خالصا وصالحا ذكرنا سابقا أن العلم يحتاج إلى عمل والعمل كيفما كان ليكون صالحا لا بد له من شرطين الشرط الأول هو الإخلاص والشرط الثاني هو المتابعة أي الموافقة للشرع إذن كل علم يحتاج إلى عمل وكل عمل يحتاج إلى إيمان ليكون صالحا ومقبولا عند الله سبحانه وتعالى نستخلص من هذين الأمرين أن على الإنسان أن يسعى في طلب العلم عمل بقوله تعالى وقل ربي زدني علما مستحضرا أحد أهم القيم التي تدفعه إلى طلب العلم والتي تسهل له طلب العلم وهي قيمة تواضع لما كان التواضع مهما لأنه يدرأ عن الإنسان الغرور والكبرياء ويضعه في موضعه كما رأينا سابقا مع موسى وخطر عليهما السلام في تواضع موسى وهو أحد أولي العزم من الرسل تواضع أمام الخطر فقال قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا وقبل ذلك قال لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبة لا أبرح بمعنى لن أي أسى ولن أستسلم حتى أصل إلى المكان الذي أجد فيه هذا الرجل لأخذ من علمه وأستقي من علمه إذن علينا أن نكون كموسى في طلبه للعلم نستحضر تواضع قصد طلبه العلم والإززازة منه وهذه العلاقة موجودة عندنا في القصص التي رأيناها في سورة الكهف موجودة مع الفتيا كانوا عارفين وعالمين بأنهم على صواب وأن قومهم على خطأ وكانوا عارفين بالتوحيد ومتيقنين بالتوحيد ثم عرفناها كذلك مع صديق صاحب جنتين وهو يحاوره وكيف حاوره بالأدلة المنطقية والعقلية وكيف توصل إلى إثبات وجود الله أو حاور إثبات وجود الله له ليمنعه من الوقوع في الكفر والشرك ثم هذه الخصلة كذلك كنا موجودة وهي واضحة في قصة موسى مع الخضر بل موجودة كذلك حتى مع القرنين كما سنرى إذن كل علم الإنساني يجب أن يعود لعلم الله المطلق وعلم الإنسان مقارنة بعلم الله المطلق لا شيء إذن علم الله هو الأزلي هو القوي هو كل شيء الذي منه نستمد نحن علومنا وكل علم اكتسبناه إنما فضله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى كما في صورة الكهف في قول الفتية عندما قال تعالى ربكم أعلم بما لبثهم واختلفوا في مدة لبثهم الله فقط هو الذي يعلم ثم قال تعالى قل ربي أعلم بعدتهم في عدد أصحاب الكفر لما اختلف الناس كمهم وكذلك في قوله تعالى وعلمناه من لدنا علم العلم اللدني العلم الإلهي المطلق والحديث هنا عن الخضر عليه السلام أن علمه الذي كان عنده إنما هو علم إلهي مطلق لذلك عجز عنه العلم الإنساني عجز عنه موسى في الأول ثم قوله تعالى كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرى في الحديث عن الملك الذي وهبه سبحانه وتعالى لذي القرنين الذي ملك المشرق والمغرب إذن في عدته وفي جيشه في أمواله في ممتلكاته هذه لا يمكن للإنسان أن يحيط بها الله فقط هو الذي يمكن أن يحيط بما لديه كبيرا كان أو صغيرا إذن نسأل الله أن يمدنا من علمه وأن يهيئ لنا أسباب طلبي العلم أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر